أطلق صباح اليوم مركز الخدمات المتكاملة متعددة القطاعات التابع لمستشفى ساماريتين بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل لبناء قدرات سائقية الدراجات النارية للأجرى وذلك حول مكافحة العنف الممارس حول الجنس في تشاد لا سيما النساء وذلك من أجل مكافحة الممارسات الضرى بالمجتمع وقد تناولت الورشة نقطتين وهي العموميات المتعلقة بالعنف القائم على الجنس خاصة النساء وعواقب العنف على الناس وذلك من أجل معرفة ما هو العنف وما هي أنواع العنف القدرة على اكتشاف العنف مبكرا من جانبه أوضحان ديربي سومبانجار الطبيبة المتخصصة في النساء والتوليد أن هذه الورشة جاءت من أجل إكساب المشاركين بالمعرفة المكتسبة لحالات العنف القائم في المجتمع خاصة النساء ألا يتعارضن للعنف الجسدي والجنسي أو العنف الأسري وأنهن يأتين لتلقى العلاج ومن ثم يتم تحويلهم للقضاء من أجل أخذ حقوقهن كاملة وفقا للقانون دربوا مسؤول المشروع في المركز جامبير قال إن المشاركين في هذه الورشة 25 أشخصا وأن هذه الدورة جاءت لمعرفة كيفية إيجاد طرق للقدرة على اكتشاف وكيفية معرفة العنف وفي نهاية الورشة أكد بعض من المشاركين عن رضاهما التام عن هذه الورشة والجدير بالذكر أن مركز الخدمات المتكاملة متعددة القضاعات يأتي بدعم من الحكومة الشادية ووزارة المرأة وعدت من الوزارات المعنية اشتركوا في القناة